اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كشف الصحافة نبدأها بالعنوي من الموقع بوست منشد الثورة السلمية حرا بعد عام ونصف المعتقل من سبتمبر نت جهاز ايباد ومستلزمات دراسية لكل طفل ترك القتال مع ميليشيا الحوثي صحيفة فرنسية تقول اليمن فيتنام المملكة العربية السعودية ومن القدس رجال ونساء في تونس يتظاهرون للمطالبة بالمساواة في الميراث اهلا بكم اقامت مؤسسة وثاق للتوجه المدني في مدينة مارب احتفال اختتام الدورة الاولى من المرحلتين الثالثة والرابع من مشروع تأهيل الاطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن والذي يدعمه مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية واستعرض الاطفال خلال الاحتفال فقرة عكست تأهيلهم وما تلقوه من دعم نفسي شملت اناشيد ومسرح من ابداع الاطفال وكلمة اشارت الى حاجتهم وغيرهم من الاطفال المجندين والمتأثرين بالحرب للتأهيل نظرا للانتهاكات التي تعرضوا لها اثناء تجنيدهم وقال موقع سبتمبر نت ان الاطفال شاهدوا صورا عرضت مع معاناتهم قبل التأهيل وكيف تم اخذهم الى الجبهات اضافة الى رسومات الاطفال قبل وبعد التأهيل والتي عكست الدعم النفسي الذي خضعوا له من قبل مختصين نفسيين واجتماعيين وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الاطفال المجندين وتوزيع حقائب مدرسية وزي مدرسي وجهاز ايباد وهدايا اخرى لكل طفل مجند ومتأثر بالحرب اكثر الاخبار التي تداولتها المواقع الاخبارية اليمنية هو الافراج عن منشد الثورة الشبابية والمعتقى لدى ميليشيا الحوثي منذ عام ونصف وعنوان الموقع بوست ميليشيا الحوثي تفرج عن منشد الثورة صالح المزلم ذكرت مصادر صحفية ان ميليشيات الحوثي الانقلابية افرجت عن الفنان صالح المزلم منشد الثورة اليمنية ومؤذنها المختطف منذ 20 نوفمبر 2016 وغيبت الميليشيات المزلم طوال الفترة الماضية بعد اختطافه من منزله بصنعه دون اي ذنب مثل غيره من المختطفين الذين يقبعون في سجونها منذ سيطرتها على العاصمة في 21 سبتمبر 2014 قال الموقع ان اختطاف المزلم لقى سنكارا واسياءا كبيرين في الشارع اليمني الذي ينظر اليه كأيقونة الثورة واحد ابرز الوجوه والاصوات خلال الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية السلمية في صنعاء للمطالبة برحيل صالح واسقاط نظامه نحن والمستبدون الغرب يقع مرة اخرى في مصيدة الاسترضاء تحت هذا العنوان كتب موريسيو موليناري مقاله المعاد نشره في الغد مضيفا في اجزاء من المقال الذي ترجمه عبد الرحمن الحسيني قبل خمسين عاما من الان ارتقى الزعيم تشيكي اليكساندر دوبيتشيك الى سدة السلطة في تشيكو سلوفاكيا وكان ارتكاؤه الى السلطة لفترة وجزة فقط عرفت باسم ربيع براغ الذي انتهى عندما اندلعت احتجاجات سلمية ضد تواجد القوات الروسية في البلد والتي وضعت الدبابات الروسية حدا لها بينما كان الغرب يراقب بسلبية وقد برر القادة في اوروبا والولايات المتحدة قرار عدم التدخل في براغ بان التدخل قد يثير الحرب ويضع البلدان على جانبي الستارة الحديدية على شفى حرب نووية وتظل تلك الحادثة واحدة من اهلك اللحظات في التاريخ الاوروبي والتي تنكرت لتنوير القيم والحقوق التي وضعتها الثورات البريطانية والفرنسية والامريكية كان القرار بادارة ظهورنا للمحتجين المطالبين بالحرية في براغ لحظة من العام الجماعي تماما مثل عام اتفاق ميونخ في العام 1938 الذي سلم منطقة التيشك لهتلر في مقابل وعد الدكتاتور سيء المصير بعدم الذهاب للحرب وفي ميونخ في العام 1938 ثم ثانية في براغ في العام 1968 أفضى إيمان الغرب المطلق بالاسترداء إلى الوقوع في مصائد المستبدين والتخلي عن مهمات دفاعه عن الحقوق الديمقراطية والإنسانية يحتاج القادة الأوروبيون اليوم إلى تذكر تلك الإخفاقات الأخلاقية والسياسية ليتعلموا منها تجنب ارتكاب الأخطاء نفسها إننا نعيش في جيل حيث يتردد الغرب مرة أخرى في وجه انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان حول الكرة الأرضية ولستة عوام وقف العالم صامتا فيما يذبح نظام الرئيس السوري بشار الأسد نحو أربعمائة ألف سوري في حرب بلده الأهلية لا تتجذر سياسة الاسترداء الجديدة في العام 2018 في مخاطر نشوب حرب باردة وإنما يتم تبريرها هذه المرة بالمصالح الغربية التي يتم تعريفها بشكل غامض ومع ذلك فإنها تدفع الغرب مرة أخرى إلى المصيدة نفسها التي نصبها الدكتاتوري جون الذين لديهم مصلحة واحدة فقط تعريتها شاشة قيم الحرية والديمقراطية التي يدعيها الغرب حالة البسط على الأملاك متزال المشكلة الأولى التي تواجه السلطة المحلية في عدن حيث يقدم نافذون على وضع أيديهم على كل ما هو متاح أمامهم وآخر ما قاموا به محاولة البسط على روضة الشروق لكن موقع عدن تايم يقول أن السلطة المحلية ممثلة بإدارة الأشغال أوقفت أعمال البسط على روضة الشروق بالرغم من امتلاك البسطين توجيهات من سلطة عليا وتم اعتراض التوجيه وإيقاف التعامل به قال الموقع أن أشخاص قاموا بهدم سور الروضة مستحبين أدوات عمل وعمال وأضف الموقع تفاعلت قوى الأمب المديرية وتم التحرك إلى روضة الشروق وإيقاف العمل مع تحذير بمصادرة الآليات والمعدات وحجز المعتدين إذا أعادوا إلى المكان يختتم عدن تايم المجلس المحلي بمديرية المنصورة تعامل مع موقف الاعتداء على روضة الشروق بكل مسؤولية ومهنية إلى موقع عدن الغد والذي عنون حول احتفالات تشهدها العاصمة المؤقتة عدن تعلن تجاوز التوترات الأمنية بأول حفل لإغاني الراب قال الموقع أن العاصمة اليمنية المؤقتة شهدت أول حفل لأغاني الراب قال منظموه أنه رسالة على أن المدينة باتت آمنة عقب التوترات الأمنية الأخيرة وأقيم الحفل في حي المعلة تحت مسمى أنا مختلف وهو ألبوم للفنان الشاب عماد نادر وقد شهد حضورا كبيرا من الجنسين خاصة من فئة الشباب وقالت صمود صالح أحد المنظمين للحفل أن الهدف هو العمل على النشر أغاني الراب في عدن بعد أن كانت تقدم بشكل مختصر ولدقائق معدودة في بعض الفعاليات والمناسبات وأوضحت أن الحفلة مختلف في كل شيء من حيث الأغاني الهادفة التي احتواها الألبوم والمعبر عن تطلعات الشباب وأمالهم فضلا عن معالجتها لبعض القضايا المجتمعية والأحلام المشتركة لشباب اليوم سقوف وقيعان تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في الخليج مضيفا حين كتب عالم النفس ويلهم رايتش رسالته إلى إنسان صغير حاول رصد ما انتهى إليه البشر في العصر الحديث رغم كل منجزاته العلمية وأجد أن هذا الإنسان يعاني استلابا في الوعي وأغترابا حتى في عقر داره لكنه لم يقل لنا من هو الإنسان الكبير وهل هو الذي طواه التاريخ في عصور مضت؟ لكن ما يجمع عليه علماء نفس واجتماع ومشتغلون في هندسة العمران هو أن الإنسان فيما مضى كان يحس بأن قامته عالية لهذا كانت سقوف البيوت ضعف ما كانت عليه الآن وكانت مساحات الحرية سواء في الطبيعة والحياة الاجتماعية تطيح له أن يتنفس وإتثاءب بحرية دون أن ترتطم ذراعاه بالجدران كما أن الإنسان كان سيدا لما يخترع ليس عبدا له بعكس ما حدث فيما بعد عندما أصبح أسير اختراعاته ما دفع شاعرا فرنسيا إلى القول أن غرفته التي امتلأت بالأدوات الكهربائية لم يبقى فيها مكان يجلس فيه أما ريفيردي فقد قرر في لحظة تمرد وعصيان على ما انتهى إليه الإنسان الحديث من ارتهان لما صنعت يداه أن يخلي منزله من كل شيء لم يعد احتمل رؤية اللوحات على الجدران قرر أيضا أن يبقيها عارية ثم وضع مقعدا في فراغ الغرفة وجلس عليه وأحس بأنه يجسد مقولة الفيلسوف ديكارة الشهيرة وهي أنا أفكر إذا أنا موجود وما يقوله العلماء عن اختناق الإنسان الحديث ليس شعرا أو مجرد تحليق في الخيال فهو بحاجة إلى الأكسجين والمجال الحيوي للحركة كي يحتفظ بتوازنه إلى صحيفة الأيام حيث نتابع فيها الخبر الرياضي الأبرز في صفحاتها الرياضية حيث قالت الأيام أنه وسط استعدادات كبيرة تجريها اللجنة الإشرافية والتنظيمية والفنية لدوري شهداء الشعيب الأحرار يلتقي اليوم في ملعب شهداء العوابل فريق أساسية مشرق الشعيب مع فريق أساسية العوابل في قمة كروية شعبية على كأس بطولة شهداء المديرية قالت صحيفة الأيام أن 25 مدرسة أساسية من كل مدن وقرى وبلدات الشعب تشارك في أول بطولة شاملة عززت اللحمة الشعبية وأنعشت الحركة الرياضية بين كافة فئات المجتمع مؤسس الحراك الرياضي في المديرية محسن القشم قال لصحيفة الأيام أنه يتوقع حضورا جماهيريا مذهلا وأنه يعيد الرياضة والرياضيين بمفاجأة كبيرة ستكون حاضرة في النهائي الشعيبي وربما حضورها هو الأول في تاريخ المديرية في مناسبة رياضية وأكد القشم أن الحراك الرياضي في الشعيب سيتوسع وينتشر ليشمل الألعاب الرياضية الأخرى كما هو الحراك التربوي والتعليمي الذي انطلق في العام الماضي في جميع مدارس المديرية ومثله انطلق الحراك الثقافي ونشاط جمع الموروث الشعبي وكانت اللجنة الإشرافية للبطولة قد اجتمعت عصر الأربعة وأقرت أسماء الجهات والأشخاص المكرمين في النهائي بالإضافة إلى بطل ووصيف الدوري والفريق المثالي والهداف وأفضل لاعب وأفضل حارس بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المنوعة فابقوا معنا اشتركوا في القناة جولتنا في الصحفة الدولية نبدأها من الصحفة الفرنسية ومن موقع فرانس انتر الإخباري الفرنسي والذي يعنون اليمن فيتنام المملكة العربية السعودية قالت أو قال الموقع الفرنسي في ترجمة خاصة بقناة بلقيس قبل ثلاث سنوات قررت المملكة العربية السعودية التدخل في الحرب الأهلية في اليمن المجاورة يبدو أن البلد بعد ثلاث سنوات قد علق في صراع مدمر لسكان المدنيين بدأ الهدف سهلا للوهلة الأولى استعادة سلطة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي الذي طرده المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران الشيعية لكن بعد ثلاث سنوات لا تزال اليمن مجزأة إلى قسمين والأسوأ من ذلك أنها مصابة بالمجاعة والكوليرا وقد نفي مليوناء يمني وعشرة آلاف قتلوا في هذا الصراع يضيف الموقع الفرنسي بالنسبة للمملكة العربية السعودية فإن الصراع في اليمن حرب وهي عادلة وهي عادلة طريقة لقطع يد إيران من جارتها الجنوبية لكن بعد مرور ثلاث سنوات على اندلاع الحملة العسكرية وصلت الحملة السعودية إلى طريق مسدود وكما أشار مدير معهد العلاقات الدولية الاستراتيجية لم يتم الوصول إلى أي من الأهداف التي حددها السعوديون لأنفسهم فمن وجهة نظر عسكري لم تتغير الخطوط الأمامية للمعركة وعلى الجانب السياسي فإن رغبة السعوديين في إعادة الحكومة التي يرونها شرعية حصدت فشلا مطلقا أخيرا فيما يتعلق بالمشهد الكلي فاليمن يمثل شوكة في قدم الأمير محمد بن سلمان الذي يسعى لرفع شأن المملكة أصبحت انتهاكات القانون الدولي متكررة بما في ذلك القصف الجوي على المدنيين وهو ما وضع المملكة العربية السعودية في قفص الاتهام عن جدل الإقامة الجبرية لهادي في الرياض عنوانة صحيفة العربي وزير يمني يلمح لفرض السعودية إقامة جبرية على هادي ويدعو لتظاهرات لإعادته تقول الصحيفة أن وزير الدولة في الحكومة اليمنية دعا إلى تنظيم تظاهرات واعتصامات تطالب بعودة الرئيس إلى بلاده في ظل الشكوك التي تثار حول ظروف إقامته وفي منشور على حسابه الشخصي على موقع الفيسبوك قال صلاح الصياد ما لم يفعل اليمنيون ذلك فإن عليهم الاستعداد لتحمل كوارث تاريخية وأضافت العرب الجديد أن الصياد أشار إلى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي استقال من السعودية في نوفمبر العام الماضي قائلا إن لبنان استعد رئيسه في بضعة أيام ونحن أهل الحكمة والإيمان تائهون لثلاث سنوات وقال الوزير إذا ضغطنا بعودة الرئيس هادي أضمن لكم شر هزيمة للميليشيات الإيرانية في اليمن قالت مجلة نيوزويك أن القوات الأمريكية العاملة في اليمن تواجه أسلحة ليزر قبال تساحل البلاد التي تشهد حربا منذ ثلاث سنوات بين قوات الجيش الوطني الداعم للشرعية وميليشيات الحوث الانقلابية التي تدعمها إيران وذكرت نيوزويك في خبر لها ترجمه الموقع بوست أن القوات البحرية الأمريكية التي تعمل قبال تسواحل اليمن قالت إن الحرب الأهلية المستمرة في البلاد أدت إلى زيادة في استخدام أسلحة ليزر في المنطقة حيث تختبر مختلف الفصائل قدرات الليزر الهجومية والدفاعية وذكرت هيئة مشاة البحرية الأمريكية أن الجنرال روبرت نيلر قائد قوات مشاه البحرية أبلغ بأن المنطقة الواقعة قبال تساحل البلد الذي مزقته الحرب أصبحت أرض اختبار لمجموعة متنوعة من تطبيقات الليزر وقال نيلر لممثل الكونغرس خلال جلسة حول الميزانية أن سواحل اليمنية أصبحت منطقة ساخنة لاستخدام هذه الأنظمة لمواجهة الخطر الذي يهدد سفن البحرية الأمريكية وأضاف ما يجري قبالة سواحل اليمن هو نوع من التدريبات الحية ومشيرا إلى أن النشاطة يستخدمون أساليب منخفضة التكنولوجيا نسبيا في محاولة عرقلة أنظمة الولايات المتحدة مؤكدا أن قوات مشاه البحرية تحتفظ بالقدرة على مواجهة مثل هذه الجهود وتابع نيلر أن المارينز يستخدمون تكنولوجيا الليزر بالفعل في مكافحة التهديدات بما في ذلك الطائرة بدون طيار مشيرا إلى أنه يمكن استخدام الليزر لكسر الرابط بين الطائرة بدون طيار وجهاز التحكم الخاص بها نظمت مئات التونسيات مسيرة حاشدة إلى مقر البرلمان للمطالبة بالمساواة في الميراث ليفتحنا الجدل من جديد حول موضوع يعتبر من المحظورات في العالم العربي وتعنون صحيفة القدس العربي نساء تونس يكسرن المحظورات ويتظاهرن للمطالبة بالمساواة في الميراث وفي التقرير قالت الصحيفة أنه منذ العام الماضي أصبح بإمكان التونسيات الزواج بأجنبي دون أن يعتنق بالضرورة الإسلام ولكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمرا بالغة الحساسية في المجتمع التونسي والعربي وأضافت الصحيفة مقاله الرئيس التونسي العام الماضي أن بلده يتجه للمساواة التامة بين الرجل والمرأة في كل المجالات من بينها المساواة في الميراث وأعلن السبسي تشكيل لجنة لمناقشة سبل تنفيذ المبادرة وفجرت كلمة السبسي آنذاك جدلا واسعا في مجتمعات عدة ومؤسسات عربية من بينها الأزهر في مصر الذي انتقد بشدة المقترح وقال وكيل الأزهر الشريف في مصر أن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام الشريعة ورفعت المتظاهرات التي أو اللاء كان بصحبتهن عدد من الرجال أيضا شعارات تطالب بالمساواة في الميراث من بينها تونس دولة مدنية إلي ليك لي ما هو إلي لك هو لي أنا والمساواة هو حق مش مزية مدام هناك حياة فهناك أحداث جديدة يشاهد العالم كل يوم وهناك من يوثقها بعدساته مصوروا الڭارديان جمعوا أهم أحداث الأسبوع ونشرها على صفحات الصحيفة نتابعها في جولتنا المصورة اشتركوا في القناة في هذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نتابعوا وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر